مرحبا من بعد ما انتشرت فيديويات من أمام مجلس النواب بتصور المتظاهرين ضد التمديد عم بيتعرضوا للضرب من قبل حرس المجلس كان فيه ردود فعل كتير من قبل الناشطين عمواقع التواصل وتساءل البعض منهم عن الحقد عند العسكر اللي عم بيضرب مواطن إذا إلوه تفسير علمي واكتر وصفوا اللي صار بالهمجة وكان فيه دعوات للناس إنه ينزلوا كلهم على الساحة فيديو جديد لسفيرتنا إلى النجوم السيدة فيروز نشرته ريمة الرحبانة على صفحتها على فيسبوك بتبين فيه فيروز لمدة 13 ثانية بس داخل استوديو وكأنه عم بتحضر لعمل جديد وعبارات معي كألم وسامعتيني صاروا ترند على مواقع التواصل وهن السؤالين اللي سألتها إياهن ريمة لفيروز وكان في بعض العتب على كيفية تصوير السيدة فيروز دايما من مسافة بعيدة ولا أوقات قصيرة والبعض فسر هالشي بالاحتكار سامعتيني؟ ايه؟ فيه شكل صليح هاي مش مصلحة الناس فا معيك ألام؟ ايه معي يلا أما بالنسبة للعبارة الأكتر تداولاً على السوشيال ميديا بهاليومين فكانت إن الأمر شأن داخلي لا يحق لأحد التدخل فيه وهي العبارة اللي كتابة الوزير جبران باسيل ضمن تغريدة حولها الناشطين لنكتي وهالعبارة بطلوا قادرين الناس يقروها وصاروا يركبوا صور بتعبر عن انزعاجهم من الموضوع واعتبروا إنه صار معهم أوفردوز بسبب هالعبارة وإلى الولايات المتحدة وصور مهضومة لطفل صغيرة لتأت بعروس عم تتصور نهار عرصة وفكرتها بطلة كتابة المفضلة اللي كانت حملته بإيدها والمصورة اللي كانت عم بتصور العروس صورت ردد فعل البنت الصغيرة لما فكرت إنه شافت البطلة اللي بالكتاب لهون منكون وصلنا لنهاية أخبارنا اللي فيكن ترجعوا تتابعون على صفحة تراندز على فيسبوك وفيكن تتابعونا على الحسابات اللي عم تمرق بأسفل الشاشة أخبار جديد من مواقع التواصل الاجتماعي بنشرة بكرة وعطلة نهاية أسبوع ممتعة